السلام أخوتي كديري لابس لكم بخير تكون إن شاء الله كلكم بخير وعلى أخي هذا الفيديو مهم ومهم بزاف وهو الموضوع إغلاق الحمامات ثلاث أيام في الأسبوع يعني ستفتح أربعة أيام في الأسبوع ولكن ندلوا واحد المثال أن الحمام ستتحل الخميف والجمعة والثبت والحد أربع أيام ستبقى محلول ولكن هنا سوف نرى التدابير لماذا ستوقع هذا الحدث؟ قال لي أن الحمامات ستفتح الكلمة بزاف ولكن هنا سوف يتفتح أحد النقطة ستفتح ثلاث أيام في الأسبوع مثلا ستفتح ثلاث أو ثلاث أو ثلاث أو ثلاث أو ثلاث أو ثلاث الآن الخميس ستبقى مغاربة يمشون الحمامات ونعرف أن كل شخص يمشون الحمام ستفتح ثلاث أو ثلاث أو ثلاث أو ثلاث أو ثلاث أو ثلاثة آخر أحد الراجل يمشي الحمام هو أوليداته من الذي يمشي يضع ثلاثة ديال فطولة عمرين ما ويقوم بيوم أنا أقول هنا الراجل لأن من الذي سوف ندوذع للموضوع أخر سوف نرى الكثير من الحوايج هنا من الذي سوف يتفد الحمام هذه الثلاثة أيام هنا الحمام الذي كانوا يدخلوا له في النهار مئة واحد في النهار مئة واحد من فتاة الصباح يحتل العشرة الليل ويأخذنا تقريبا مئة واحد في النهار من فتاة الليل من الحمام سوف يتفد ثلاثة أيام هنا سوف نرى مئة واحد سوف يتضابل لأنه ثلاثة وثلاثة وثلاثة هؤلاء الذين لا يمشون الحمام سوف يمشون الخميس والجمع والثبت والحد يعني إذا كانوا يدخلوا مئة سوف يدخلوا مئتين في النهار وذلك الثلاثة يدخلوا تدبير الصحة والمياه لماذا؟ سوف يتغسل يقول طافي اليوم سأرجع للحمام يومين ثلاثة يومين يارزع للحمام إذا كان يفكر أنه في الفترة الذي يفكر فيه الحمام بأنه سيرزع يفكر أن الحمام سيثد يعني هنا يجب التدبير بطريقة مفرطة هنا يجب الحلول كثيرة ويجب الحل ليس بسيط الحل الوحيد هو أن الحمام يجب الحل من الصباح غير ما يقصر العشرات الليل يجب أن يثد مع ربعات العشية أو مع ثلاثة العشية يجب أن يثد مع ثلاثة وثد مع ثلاثة هذا علاش؟ هنا ركيل البعض يضطر في هذا الموضوع ماذا سيضطر بشكل نسبة كبيرة؟ أولا هو من الحمام لا يبقى هذا المدخول دائما ثاني شيء هو هذا الكثال الذي يجب الشخص وأنتم لا تعرفون الكثال في جديرين يعني هذا الحرفة والخدمة كل ما يقول لك هنا لا من الذي سيكون هذا الكثيرة تماكين بالعكس تماف أن يلقى الخدمة إذا كان الحمام أنه عامر يجب أن يجب الشخص أحد أخر أما إذا أدخل شخص أحده سيعمل معه وحدة أخر سيأتي يدور معه أبطر على الفلوس الذي يشد مع الموضوع الحمام لأن الموضوع الحمام يعني أن هذا الشخص الذي يعمل مع الموضوع الحمام لا يشد شخص أحد الفلوس ليه كبيرا وهنا حاليا سأتضر على واحدة الأشياء التي مهمة ومهمة بذلك هذه الثورة أن هذا الموضوع الحمام سيحل تقريبا أربع أيام في مال أو أعيث ثلاث أيام أول شيء يجب أن يفكر فيما هو الحمام أول شيء هو الثمن سيجد الحمام تقريبا هذا الحمام سيجد 15 درهم سيجد 300 دريال دريكس هنا سيجد الحمام سيجد 20 درهم الواحد لماذا لا يقدر الثمن أنه يجد 25 درهم لماذا؟ لأن سيجد ثلاث أيام سيجد الحمام يعني المواطن سيجد الضق لأن هنا من أي قرار تخرج ضروري في الثلبيات وفي الإيجابيات ما هو الضور هذا؟ الضور هذا لأن لا يوجد ضور مهم لأن هنا خسارة الماء وكيف لا نعرف الحمام يكتفر من المياه تحت الأرض يعني أي حمام كائن ضروري أن يكون تحتمنوا بها ولكن يجب أن يدمنوا الماء وهذه الفرصة المائية التي في المغرب حاليا بدأت تنزف الضخامة حاليا الجفاف تقريبا ما ثبت مواله والثلبيات لهذا كامل أن ربي لا أعطنا شيء هناك سنعرف لماذا ربي لا أعطنا شيء يعني أنا نرجع الله سبحانه وتعالى هذا حل من الحلول نرجع الله سبحانه وتعالى ونكتره الاستغفار ونكتره صلاة الاستثقاء لأن لا تقول لي أن أحد منافق ويصلي صلاة الاستثقاء وربي سيستجبله لا يستجبله وكذلك سيجرى في الحمام سيجرى في الفاس غطل الصيارات سوف تثوره معي أن واحد يجعل حانوت مثلا يجعل فيه الصيارات أكثر لا يقول لي هناك لا يجعل حانوت نحن هنا نتكلمون حانوت لا يكون مكري يعني أقل من 3500 درم أو 3500 درم لماذا؟ لأن الوحد يريد أن يجعل لا يوجد لا يوجد شارع لماذا؟ لكن يجعل يجعل أن يجعل يجعل هذا الشخص كاري الحانوت ماديا يجعل 3500 درم و 4000 درم كيف لا نرى العقار أو الديور كل شيء غالي كاري مثلا بثباين الفريق ومخدمة ثلاثة أو أربعة ديان الناس يعني هذا الشخص مخدمة أربعة ديان الأثار ومجوجين وكل واحد يصرف عليها هذا يتوقف كل أيام لا يعمل أو يعمل أربعة أيام من بعد يعني ذلك المدخول سنقص لا يبقى كيف مكان إذا كان يعمل معه ثلاثة أو يعمل معه واحد لماذا؟ لأن هذا الفلوس عندما يخلط الأخرين لا يبقوا هنا من أحد أخر الثاني لأن مثلا ثلاثة والأربعة والخميث أنهم ثادين يقول الجميع والثبت والحد يعني في هذه الثلاثة ستقول القذ حامل أصحاب الأفاجات يكتر عندهم الخدمة من بعد ستكتر هذه الخدمة هنا هذا الماء الذي ستخفر سيقول بوحد الكتافة كبيرة سيقول هذا الماء كان مقصم على ثبع أيام أو ثلاثة أيام يلادر أن هذا الماء يأخذ واحد النار في ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام هنا رخص واحد لتفكير نحن نحن نحفظ على التروة المائية لكي لا يكون جفاف كثيراً في الحلول مثلاً الخضراء لا تزرع بوحدة كمية كبيرة تزرع غير بوحدة كمية التي تحتاج الشعب المغربي فتقول إلا هذا تبريح حل من الحلول ونحييده سمعوني في هذه النقطة ونحييده أي حاجة تكلفة عندها واحد تستقبل دائماً من بين ديالها كثيراً وكثيراً أولاً هي الكوار كما نعرف هذا الجوج يخصم بثافة الماء بشأنهم يوجدون ويحتاجون مدة كبيرة ثاني هي لفوكا وهنا نفطر على لفوكا لأنها هي التي تأكل بوحدة كمية كبيرة لأنها تنقلب الكوار ولفوكا هذا الجوج يأكل كبيرة لا تستطيع كبيرة لكن هذا الجوج يجب أن تنقلب كبيرة كبيرة لأن لا تستطيع كبيرة لأن يكون كبيرة لتحلية ماء البحر كيف تغذير الجارة لجزائر تحلية ماء البحر هذا هذا حل من الحلول نعرف هذا الحل يجب أن يكون كبير وكبير كبير لماذا؟ نحن أن طالب رأس مال كبير أن يجب أن يجب أن تحلية ماء البحر ولكن هنا نحاول أن الموارد تحلية ماء البحر تكون منه هو الناس مثلا نوجده الأجهزة وكل هذا ماء البحر أن هذا الماء يتم تفضير الدول أفريقية الدول أوروبية لما يكون تثويق عن فعيد العالم كامل ويجبه موارد وهذه الموارد الناس يعني هو الناس يثرف على رأسه مثلا شركة تعمل في المنتوج المنتوج أنه ثوق ويجب أن لا يجب أن يجب أن المنافثة كبيرة لديه شيء ضعيف وهنا نريد أن نكتره من المنتوج ويجب أن نحن نكون خاصة نفسنا نفس الشركة أنها تخرج واحد برودوي ويجب أن لا يجب أن من أجل واحد ما سوف يقول المدخول من الثاني والمدخول من الأول بالرغم من المدخول قليل هذا المنتوج الذي سنخرجه سينافث المنتوج الذي لا يوجد شركة ويجب أن تنافث هذه الموارد المالية هنا المغرب لديه من يجب المالية كاملة بثاف الطريق المترجم